موسيقى اهلا بكم اعلنت السلطات الصحية ان العراق دخل فعليا مرحلة وباء خطيرة من جائحة كورونا بعد تصاعد اعداد الوفيات والاصابات الناتج عنه الى مستويات قياسية وزير الصحة الحالي حسن التميمي في حكومة الكاظمي اعترف في مؤتمر صحفي ان تصاعد اعداد الاصابات بفيروس كورونا يؤكد ان العراق دخل في مرحلة وبائية خطيرة كما اشتكت وزارته وزارة الصحة من تحديات تواجهة لاستيعاب الاعداد المتزيدة من الاصابات بهذا الفيروس ما يشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المجتمع في العراق وضغطا على المنظومة الصحية المتهالكة واقرت الوزارة ان خططها لاستيعاب الاعداد المتصاعدة من اصابات كورونا تصطدب بتحديات كبيرة منها عدم توفر الملاكات الطبية والصحية والادارية الكافية وشحة التخصيصات المالية للوزارة وغيرها بسبب عدم اقرار الموازنة العامة انهيار المنظومة الصحية في العراق وتفاقم جائحة كورونا واسهام الفساد الحكومي في هذا الانهيار هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسطلة التالية ماذا تعني المرحلة الوبائية التي دخلها العراق فعليا وفق تصريح وزير الصحة الحالي في حكومة الكابل وما هي خطط الحكومة الصحية الجادة والحقيقية لاحتواء الاعداد المتزايدة من الاصابات بفيروس كورونا وهل فعلا تحولت مستشفيات العراق الى بؤر لتفشي فيروس كورونا والاطباء في خطر كبير كما تقول صحيفة واشنطن بوست الامريكية وكيف سلطت وفاة اللاعبين الدوليين علي هادي واحمد راضي بفيروس كورونا مزيدا من الضوء على مأس العراقين والتداعيات الخطيرة لتدهور القطاع الصحي ولماذا لم يلقى كثير من رواد الرياضة العراقية من حكومات ما بعد الالفين وثلاثة الا الاهمال وشضف العيش والامراض الخطيرة في حياتهم ضيوف الطاولة رافع الفلاحي سعد قيس براهيم سليمان الداخل مفقود والخارج مولود هذه المقولة تناسب السجون في الانظمة الاستبدادية اما حين تجسد واقع المستشفيات في بلد ما فتلك اكبر كارثة يعرفها الطب واكبر عار على حكومات هذا البلد في مستشفيات عراق اليوم يحدث هذا واكثر يدخل المريض وهو يعاني مرضا عرضيا ويخرج محملا على الاكتاف الى المقبرة بشكل شبه يومي تتكرر هذه المصيبة في مختلف المحافظات العراقية ومع انتشار وباء كورونا استفحلت هذه الظاهرة وصارت علامة مسجلة للقطاع الصحي بشقيه العام والخاص حادثة وفاة اللاعبين الدوليين احمد راضي وعلي هادي اثارت قضية الاهمال الطبي في العراق مجددا واثارت كثيرا من التساؤلات عن مدى استهتار الحكومة ومؤسساتها بحياة العراقيين ولا سيما الرموز الوطنية منها ليتبين ان المعضلة تتنحصر في سياقين خطيرين التدمير الممنهج للقطاع الصحي والفساد الذي حول المراكز الصحية الى مسالخ بشرية السياق الاول يأتي بتوجيه خارجي لادوات الاحتلال في العراق وذلك لتقويض كل اركان النهضة الطبية وجعل العراق عاجزا عن مواجهة الاوبئة والامراض ليبقى بحاجة الى استيراد الادوية والاجهزة الطبية بدءا من ميزان الحرارة وحبوب الصداء الصناعات الدوائية في العراق اليوم تكاد ان تنعدم بعد ان شهدت البلاد ومنذ خمسينيات القرن الماضي نهضة في هذا المجال كما ان معظم الشركات الدوائية الموجودة حاليا تعود لما قبل عام 2003 وتعاني اليوم تراجعا كبيرا في الجودة والكمية اما السياق الثاني المتعلق بالفساد فلا تقتصر تداعياته على المراكز الصحية بل تتجاوزها الى المجال البيئي حيث تحولت المدن والبلدات الى مستنقعات لانتشار الاوبئة والامراض ومرد ذلك الى غياب التخطيط البيئي وسرقة مخصصاته ومجمل القول ان وباء كورونا عرى الفشل الحكومي في المجال الصحي وفضح ملفات مهمة واكد للعراقيين انهم مجازا يعيشون في دولة ذات موارد ضخمة وامكانيات بشرية جبارة لكن حقيقة الامر انهم يعيشون في مستعمرة يتحكم الفاسدون برقاب الموجودين فيها ويساومون على حياتهم اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي ستبحث في تداعيات اسباب وتداعيات انهيار المنظومة الصحية في العراق مع تفاقم جائحة كورونا وازدياد الاعداد القياسية من الوفيات والاصابة واضيف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا ايضا الطبيب الدكتور ابراهيم سليمان الكوبيسي وايضا سيكون معنا من العاصمة النرويجية اوصلو اللاعب الدولي السابق الكابتن سعد قيس مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حيالكم الله دكتور هناك اقرار حكومي من السلطات الصحية بشخص وزير الصحة الحالي حسن التميمي وكل السلطات الصحية في العراق انه هناك انهيار في المنظومة الصحية هذا التسونامي من كورونا يشتاح العراق ولا ادوات ولا اسباب ولا امكانيات للمواجهة مشكلة العراق الصحية او هذا الانهيار مشكلة مثل بقية المشاكل في كل دول عالم ام في العراق لها خصوصية ما بسم الله الرحمن الرحيم السيد ماجد ربما يعني حديثي سيكون حديثا سياسيا اكتر مما هو في اختصاص الصحي يعني عندما تنظر الى هذه المنظومة التي صنعت منذ عام 2003 لحد الان ستجد كل هذه المنظومة بكل تشعباتها السياسية الاقتصادية الاجتماعية ستجدها منظومة صنعت على الفوضى يعني كانت الفوضى هي الاساس فيها كان عدم التخطيط العشوائية الارتجالية كانت هي الاساس فيها وكان الاهمال والفساد هو سيد هذه الساحة طوال 17 سنة دعك من التجارب السابقة مقارنة بنظام سابق نظام جمهوري نظام ملكي هذا نتركه الان الحديث في الماضي حديث ممل وحديث غير مروبي الحقيقة الان نتحدث عن 17 سنة الان يعيش بها اهل العراق في ضيم كبير لم يعيشوه في حياتهم كلها ما حصل في مواجهة هذا الوباء متوقع جدا وكان جدا طبيعي وما يحصل اليوم طبيعي واقل من الطبيعي لماذا؟ اذا ما جئنا على الجانب الاقتصادي سيدخل في الجانب السياسي عندما جئنا نأتي لجانب الاقتصادي سنجد ان مع اول انخفاض في اسعار النفط قبل سنوات في يعني قبل سنتين وثلاثة واجهوا كارثة كبيرة لان الفساد هو الحاكم بيكون شيء الان عندما انخفضت اسعار النفط قبل شهور قبل شهرين او ثلاثة ماذا واجه العراق؟ واجه حالة الافلاث بسبب كل الفساد الموجود بسبب عدم التخطيط بسبب عدم وجود سياسة اقتصادية وهذه تتبع الى السياسة العامة سياسة دولة سياسة احزاب ورؤية للبناء رؤية للتقدم رؤية للازدهار لا توجد استراتيجية لبناء بلد ضيعوا البلد انتهى البلد بكل مؤسساته دعك من الحديث هذا الحديث العلامي الممل عن ازدهار وعن ما اعرف منه وهذه كذبة كبيرة عن سعي لمواجهة المظلومية وجؤنا من اجل المظلومية الشعب العراقي ظلم خلال 11 سنة ربما لم يظلم في اي عهد مثل ما ظلم في هذه الـ 11 سنة وبدليل هذه التظاهرات وصولا الى جائحة كرونة جائحة كرونة جزء من هذه المنظومة دكتور وزير الصحة اورد جملة اسباب في عملية الاخفاق في مواجهة او الضعف في مواجهة هذه الجائحة يقول انه النظام الصحي في العراق منهار منذ 40 سنة هذه كذبة كبيرة اولا لانه يعني الانها يبررون هذه المقارنة مع الماضي مقارنة ليست في صالح الحاضر ليست في صالح هؤلاء الذين يحكمون الان لسبب بسيط انه حتى تقارير منظمة الصحة العالمية لحد الثمانينات والعراق داخل في حرب كان العراق من افضل الانظمة الصحية في شرق الوسط في منطقة الشرق الوسط مش عادة منظمة الصحة العالمية كان لديه مستشفيات متطورة اطباء متطورين نحن الان يعني منظمة الصحة العالمية تستشهد بمؤشر انديغا وبلنس هذا المؤشر العالمي اللي يعني يتحدث عن 191 دولة في العالم عن الرعاية الصحية يضع العراق في المرتبة 9 من بين اسوأ 20 دولة في العالم بالرعاية الصحية الان هذه الان نعم يتحدث عن 191 دولة العراق من بين الرقم 9 من بين 20 اسوأ دولة في العالم لاحظ هذه بالرعاية الصحية هذا لم يأتي لم يأتي نحن لدينا الان عندما تحسب الموازنات التي جاءت للعراق من عام 2003 لحد الان ربما تقترب من تريليون ونصف تريليون دولار وانت تأتي لا تجد موازنات دكتور هذا نشرت ايضا من 2006 الى 2014 اظن وزارة الصحة 42 مليار دولار الى 2019 لغاية 2019 42 مليار يقولون اعطيناها هذا يدلل على حجم الفوضى وحجم الفساد لم تبنى مستشفى واحدة لم يبنى مستشفى واحد سأقول لك رقما ربما مجهشا ايضا في تخصيصات الحكومات هذه من عام 2003 لحد الان على الأقل العشر سنوات الماضية منظمة الصحة العالمية لذلك كان يقول ان الوضع الان طبيعي واقل من الطبيعي ما يتحدثون عنه وكأنه مفاجأة هو ليس مفاجأة كان متوقع والمتوقع الاسوأ منظمة الصحة العالمية تتحدث عن العراق وتقول ان تخصيصات للصحة العامة الصحة الدولة تخصص للمواطن للرعاية الصحية تخصص 161 دولار بالسنة بالعام يعني شهريا 13 دولار باليوم الواحد 43 سنت 43 سنت للمواطن الواحد اللي موازناتنا سنوية 106 مليار 110 مليار 150 مليار 43 سنت للمواطن بينما دول فقيرة مقارنة بالعراق مع احترامي لأردن دولة لا تمتلك إمكانات العراق ولا موارد 304 دولار للمواطن سنوية لبنان هذا البلد المنهار 649 دولار بالسنة للمواطن لاحظ هذا 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 ماذا تدل تدل انه الوضع كان متوقع انه مع اول مواجهة مع مع كارثة مع وباء مع اي 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 عارض كبير سيؤدي بنا الى الانهيار سواء كان على الجانب السياسي الجانب الامني جانب الاقتصادي الجانب الصحي وهذا الجانب خطير جدا لانه يمس بحياة الناس ببقى الان الان حتى على مستوى جائحة كورونا الان يتحدثون ويعني وما دلنا نتحدث اليوم تتحدثون عن ذكرى يعني بمناسبة رحيل احمد راضي هذا اللاعب الكبير ويعني وندعو له بالرحمة هو وعلي هادي وغير من اللاعبين هؤلاء الذين كانوا نجوما وما زالوا نجوما وهذه البلدان بلدان العالم كلها هذه النجوم لا تصنع بسهولة وعندما تصنع البلد كلها يحتاجها لانها تصنع الفرحة تصنع الانجازات تصنع ارقام يحتاجها اي بلد في تطورها وصنع فعندما تحدث عن كورونا الان تجد ان لا سياسة لمواجهة هذه الجائحة لا توجد سياسة دولة لمواجهة هذه السياسة مهمة نسأل عنها الدكتور ابراهيم سليمان دكتور مرحبا بك معنا اهلا وسهلا المساء الخير عليكم على مشاهدين الكراع اهلا مساء النور دكتور دكتور وزير الصحة بالحكومة الحالية حسن التميمي يقول ان العراق قد دخل فعلا المرحلة الوبائية بعد الارقام القياسية في الاصابات والوفيات ماذا تعني المرحلة الوبائية يعني فعلا العراق دخلها دخلها الان هذه المرحلة الوبائية ام ربما دخلها في وقت سابق لكن ليست هناك شفافية في الارقام المعلنة خاصة وان هناك ايضا تصريح للجنة الطبية او اللجنة الصحة النيابية تقول العراق يواجه بانه الارقام العفو الارقام التي تعلن ليست حقيقية ليست دقيقة عن الوفيات والاصابات سيد العزيز مساء الخير عليك وعلى مشاهديك وعلى ضيوبك الكراع اهلا وسهلا النظام الصحي بالعراق منها نقترى صدر نعم هذا ليس وزير صحة من استلموذات الصحة الى الان الوضع دينها نعم احنا مستشفياتنا متهالكة عنوياك كل اللي دا يجري تخصيصات لوزارة الصحة نعم هاي المليارات شرقت شرقت من عديلة والوزراء القبلها والبعدها من الاحتلال الى الان شوف ترى هسا انهارت المستشفيات انا مسؤول عن كلامي وانتو كل العالم خليت معلي مستشفيات تانهارت بغباء هذا الوزير فتح كل المستشفيات باستقبال الحالات المعدية يعني هسا الكورونا تراجع كل المستشفيات الأطباء بدأوا يستاقطون الاستافي الصبي بدأ يستاقط يجي المريض والمريض ما لسا للأمانة العلمية ما يحكي الحقيقة يعني جاي من واحد ملامس وجاي من حاضر عزاء وحاضر فرح وكذا فما يحكيها احنا الأطباء هسا الأطباء دي يحكيوني دي يشتري غراضة يعني هاي السلامة المهنية دي يشتريها حالة حسابة يعني الدولة ما ما فررتها انت تبني المريض اليوموي هسا يطب للمأبان المستشفى تكتب له الدول يقول له روح جيبه من برا هذا فيا اخوان الوضع هذا الغبي الوزير ما يسمى بالوزير شوفه يتلاعب بالكلمات يتلاعب بالكلمات هسا دخلنا بالوباء مو دخلنا بالوباء يقول ما قدر سيطر عليه اعلن حالة الطوارئ يعني ماذا افتهم انا يعني دولة ما نصير اكو زيارات دكتور اسمح لي لو ان الان السلطات الصحية او الحكومة اعلنت الطوارئ على خلفية جائحة كورونا وهذا الاشتياح الكبير وانهيار منظومة الصحية يعني ما هي امكانيات الطوارئ لمواجهة هذه الجائحة عند الدولة امكانية الطوارئ عندهم خزين الطوارئ الفلوس فلوسهم احتى ما يبقوها التيار الفلان والتيار الفلاني والعصابة الفلانية استنفر كل المؤسسات الصحية استنفر كل هذا الجهد بالنقل النقل اسعافات هسا كلها من كدر الروحة والجاية خلال ثلاثة شهر كلها بعد هسا اليوم اندى ذول فيديو المريض اللي جاي دا ياخذوه المريض قام يستعب الاسحاب اخي يعني لايجي واحد يقول ليش ليش بدي يستنفرون هسا ما يصير بشي استنفار هذا انت جوب هسا بعد كتير بطل معرف بغداد الدولي معرف بغداد الدولي منظرة الصحة العالمية اجرت قاعة انتسع اجرت قاعة من فلوس منظرة الصحة العالمية قالوا ياابا تعالوا جوبوا كراسيك وكذا ما احدهم كادر هسا على كل المؤسسات دزولنا خمسة دزولنا اربعة كرس بدون تدريب هذانا راح يطبون يعني البارحة انا لا اله الا الله البارحة مريض مصاب دخل المستشفى زوجت مصابة قالتانا نحجر بالبيت رجلها مات وهي طابت المحجورة بالبيت طابت واللي دخل بالمستشفى مات انتو اشرتوا الى الحالات الوفيات دي يطب بالمستشفى يموت انت تدري صلح ينتقل عن طريق الرباط هذا اهلا الله مدينة الطب هلت كل الاطباء خطيئة دولة المقيمين والمقيمين اللي اخدمين بدأوا يموتون لان الناقل الفيروس دي ينقل من طابق الى طابق عبر التبريد المركزي نعم معاشي شوف وكيل بس اسمح لي بس هاي من نخبر وكيل وزير الصحة اللي هو معالج طبيعي طبيب مالا كلهم مطوعين حتى هذا هذا كان رائد طبيب رائد صيدري وزير الصحة كلهم كانوا مستفيدين من قبل وهاس يدورون على المركز نعم وكيل وزير صحة وكيل وزير وكيل اخدم شو يقول يقول العلاج اللي باستمع لقاح الروسي ليس علاج هو منو قال لك علاج دكتور اسمح لي راح نسأل اسمح لي راح نسأل عما يسوق انه هذا العلاج الروسي وانه وفد طبي ذهب الى روسيا لشراء وانه فعال في معالجة معالجة هذا الفيروس ابقى ويان اشكرك نشرك معنا من من اوصلو اللاعب الدولي السابق الكابتن سعد قيس مساء الخير كابتن سعد مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام اهلا وسهلا كابتن الوسط الرياضي العراقي والعربي كيف تلقى وفاة اللاعب الدولي السابق احمد راضي الله يرحمه وايضا علي هادي كيف يعني تلقيتم هذا النبأ هذا الرحيل المبكر ومن يتحمل مسؤولية الاهمال والمعاناة التي تعرض لها هذان اللاعبان في مستشفيات بغداد بالبداية بالبداية نقدب التعازي التعازي لعائلة المرحوم الكابتن العزيز والغالي أحمد راضي وكذلك عائلة الكابتن العزيز علي هادي التعازي لكل اللي خسروا أحبه لهم خسروا أعزاء على قلوبهم بالتأكيد هذا الموضوع احنا لو نحكي به كثيرا مع كل الأسف ترقينا الخبر هذا بألم وحزن يعني اليوم نحن نمر جميع جميع العراقين وليس الرياضيين فقط نمر في هذه المشكلة الكبيرة مع كل الأسف اليوما هذا نحن نلقينا إلى حلول نلقينا إلى ما يوجد استنفار ما يوجد معالجة صحيحة للموضوع أنا صراحة ليس خبير لا بالسياسة ولا أفهم بالصحة لكن المشكلة أنه عوائلنا كلها في بغداد الذي يعانونه من عنده أكبر أكبر من المتوقع يعني أنت اليوم المشكلة أنه تبحثي على ملاك صحي ونظام صحي اللي يدير يصبح الملاك الصحي شيء والنظام الصحي شيء النظام الصحي الفاسد اللي مع كل الأسف سوء تعامل مع الجائحة سوء تعامل مع الأزمة هو اللي يوصل الإراق لهذه المرحلة أما الملاك الصحي اللي هم الكوادر الطبية الجيش الأبيض اللي هما وما قصره لكن اليوم أنت قاعد تحكي على موضوع أنه هاي الكوادر كلها شنو اللي يعدها وكأنه أنت لما تجي قاعد تقوله أنت قاعد شارك بحرب لكنه أنت ما عندك سلاح ذول الكوادر الصحية مع كل الأسف اللي هم ببتش المدفع اليوم قسم من عدهم يتحمل كثير من المعانات ماكوا أجهزة ماكوا أدوات يعني ذول اللي احنا همين لازم نوقف إياهم لكنه أنت تقولي على اللي صار مع كل الأسف على اللي صار مع الكابتن أحمد راضي مع اللي صار مع الكابتن علي هادي أنا أتصور أنه راح يفتح أبواب كثيرة أبواب كثيرة كانت مغلقة والناس ما تعرف بيها يعني هذا إهمال كبير يعني أنت تعرف كل ذلك نحن هنا في أوروبا الإهمال اللي يؤدي إلى موت إنسان هذا جريمة يعاقب عليها القانون نعم نعم كابتن سعد يعني الأعمار بيد الله وحده هل تعتقد أنه لو توفرت الرعاية الطبية الحقيقية لهذين اللاعبين باعتبارهم ثروة وطنية رياضية للعراق أحمد راضي الله يرحمه أربعين سنة في هذا الوسط الرياضي كان من الممكن أن تكون الأمور مختلفة ليست بهذه النهايات المفجعة هذا الصحيح هذا الصحيح يعني الله يرحمه كان عنده لقاء قبل ما يتوفى فترة قال لن نموت الناس ستذكر حسناتنا من ذلك أسماء كبيرة يعني إحنا شاهدنا شاهدنا كمية التعازي وكمية التضامن من العالم من الاتحاد الدولي فيفا من الاتحاد الآسيوي هاي مو بسيطة هاي الأمور مو سهلة بحق نجم النجوم كبار مثل أحمد راضي وغير أحمد راضي هاي أنا أتفق معاك بالتأكيد لو كان أكو هناك اهتمام لو كان أكو هناك رعاية لو كان أكو هناك متوفر الكثير من يعني أنت اليوم المستشفيات أنا أعرف ناس في بغداد والله العظيم يخافون يرحون للمستشفى والله العظيم يخافون يرحون للمستشفى يعني وخاصة التصريحات الأخيرة يعني اللي تقول أنه هذا كلام كابتن سعد هذا كلام حقيقي التقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ورح نسأل دكتور رافع مستشفيات العراق تحولت إلى بؤر لتفشي الفيروس والأطباء والطواقم الطبية في الخطوط الأولى هم الضحايا المرشحون للإصابة بهذا الفيروس المستشفيات هي من تنقل العدوى الآن يا أخي هو مدير مستشفى ينصح يعني سمعت مدير مستشفى ينصح يقول ما أنصح أي مريض يجي إلى المستشفى لأنه إذا يجي إلى المستشفى يموت إلى أي درجة وصلنا إلى أي درجة وصلنا أنه مدير مستشفى يخاطب الناس يقولهم أنه لا تجون إلى المستشفى لأنه هو اللي يجي إلى المستشفى يموت فإذن أحنا وصلنا إلى مرحلة مرحلة من الفساد يعني والله العظيم العقل ما يستوعبه الأروح الناس الناس قاعدة تموت ببلاش فهو الشعب قاعد في هذا ثمم مع كل الأسف الشعب الفقير الشعب اللي ما عنده يعني احنا شاهدنا اللي صار لي أحمد راضي الظروف الملابسات الملابسات اللي مع كل الأسف طبعا بعد رسالة عائلة الكابتن أحمد راضي اللي اطلع عليها الشعب العراقي كان أكو همال كبير كان ممكن إنقاذ أحمد راضي وأنا واحد من الناس اللي يوم 18 يوم 18 ستة نزلت موضوع بالتويتر تغريدة بالتويتر طالبت طالبت أن يعاملون كابتن أحمد راضي معاملة خاصة نجم كبير اسم معروف خدم البلد قدم الكثير للكرأة العراقية لكنهم على الأسف لا حيالهم تنادي أشكرك كابتن نستعدن طبعا من ضيوفنا ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود ليكمال النقاش في هذه الحلقة من طاولة حوار عن انهيار النظام الصحي في العراق وتداعياته على الصحة العامة وعلى أيضا سلامة المجتمع بعد الفاصل نعود يبقوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في انهيار النظام الصحي في العراق وجائحة كورونا ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور إبراهيم سليمان كوبيسي واللاعب الدولي السابق الكابتن سعد قيس دكتور رافع في تقرير الشرط إلا قبل قليل لواشنطن بوستن الأمريكية نقلة من العراق أن المستشفيات في العراق أصبحت هي البؤر لتفشي بيروس كورونا ونقله وهناك خطر كبير على الأطباء والطواقم الطبية العاملة في هذه المستشفيات الكاظم اليوم يقول أن جاحت كورونا تمثل تحديا حقيقيا للحكومة وسنوظف كل إمكانيات الدولة لمواجهتها هل فعلا هناك مؤشرات على مواجهة هذا الفيروس إمكانيات الدولة؟ ما هي إمكانيات الدولة لمواجهة هذا الفيروس؟ هذا كلام خطير هذا الموضوع اللي يضلل الناس أنت تتحدث عن بلد يعني ربما لا أذهب للتفاصيل يعني أنا أنا أجل وقدر وأحترم كل ويعني وكل ما تسموه الجيش الأبيض هؤلاء الكوادر الطبية هالطواقم اللي تقاتل فعلا هي قتال تقاتل من أجل حياة الآخرين وتقدم روحها لكن الإطار العام اللي تشتغل به هو إطار خرب مع الأسف أنت لا تستطيع أن تحدثني عن منظومة سياسية ومنظومة دولة منهارة وتحدثني عن منظومة صحية جيدة في هذه المنظومات المنهارة أنت تجد كل المنظومات تعمل سوية عندما تجد منظومة صحية جيدة تجد تعليمية جيدة تجد منظومة قضائية جيدة منظومة في النقل جيدة منظومة بالخدمات جيدة منظومة بكل شيء جيدة وتمضي في طريق لا يمكن أن يكون ربما هناك تأخر من نسبة 2% 1% أقل من 1% هذا القطاع عن ذاك القطاع لكن أنت تتحدث عن قطاعات كلها منهارة 17 سنة من الانهيار وصلنا إلى كل البناء التحتية للبلد انهارت تماما يعني تحدثني عن قطاع الكهرباء اللي صرفوا عليها أكثر من 8 هم يتحدثون أكثر من 80 مليار دولار ولحدنا الآن الكهرباء تنقطع بالعراق وساعات وعندما يأتي الصيف ومشكلة ويتحدثون نفس اللغة تحدثني عن الخدمات الغير موجودة الغايبة تحدثني عن مدارس بلد هذه موازنات الانفجارية وعنده 12 ألف مدرسة طينية الطلبة كل 60 طالب 80 طالب في صف واحد هذا بالتالي ينعكس على المستشفى المستشفىات قديمة متهالكة 42 مليار دولار يقولون خصصنا لهذه الوزارة لكن لم تبنى مستشفى واحدة جديدة ما زلنا نعتمد على مستشفى مدينة الطب ومدينة الطب كان القرار في إزالتها من الثمانينات لو الحرب العراقية الإيرانية وبقية مستشفيات تنتهي حتى بناءها كبناء كبناء يعني أقصد جدران ويعني فضاء يجب أن يزال لأنه يلوث مع مرور الوقت هذه المستشفيات كلها متهالكة من تهية تحدثون عن أسرة سأقول لك واحد من الأرقام يعني كل الدول لديها يعني نسبة وتناسب مع عدد المواطن لديها أسرة ويقيسوها بعدد المواطن نحن لدينا سرير واحد لكل ألف مواطن عراقي سرير واحد لكل ألف ألف مواطن عراقي لدينا صفر فارزة ثمانية بالعشرة بالمئة طبيب لكل ألف عراقي هذه كارثة كبيرة نحن لدينا من عام 2003 لحد الآن نقابة الأطباء تحدث عن 350 طبيب قتل لماذا قتل؟ هذا التهموه هذا معرف بعثي ذاك معرف منه أنت تريد أن تبني بلد البقية هجروا هجروا 20 ألف طبيب البقية هاجروا 20 ألف طبيب عراقي من خيرة الأطباء تركوا البلد لماذا؟ لأنه المنظومة خريبة الآن أفضل 6 ألاف طبيب عراقي الآن في بريطانيا يعملون وهكذا بالنسبة للآخرين هذه يعني كارثة كبيرة أنت تعرف أن كل الأطباء الذين تخرجوا خريجي سنوات من 2003 لحد الآن من كليات الطيب أكثر من نصفهم غادروا للعراق بحثا عن أماكن أخرى يشتغلون بها من الشباب هذا كل يدلل هذا ليس القطاع الصحي وحده منهار هذه المنظومة كاملة منهارة هو لا يستطيع أن يعمل في منظومة جيدة وكل المنظومات اللي حولها منهارة هذه كارثة كبيرة هذه مستشفياتنا هذا وضعنا الصحي لذلك عندما كل الدول يعني تتوقع وترسم في سياسات الظروف الطارئة هناك ظروف طارئة تواجهها تواجهها كوارث تواجهها ولديها يعني سياسات ولديها خطط لمواجهة هذه الكوارث عندما جاءت كارثة اقتصادية لم يستطعوا مواجهته أزمة ما عرفش نو مالية لم يستطعوا مواجهته ذابوا الاقتراض الداخل والخارج هكذا والآن يتحدثون عن الاقتراض وكأن الاقتراض قضية يعني سهلة وبسيطة ومريحة ورح نجيب فلوس مننا إلى نهاية السنة 36 مليار دولار رح ندائن هنا ونصرفهم على الرواتب والبلد يبقى في خمول من أجل نقول للمواطن أنه أنجزنا شيء أنطيناك راتب وكأنه إنجاز كبير في كوريا يغرق مركب بمجموعة من الطلاب ويتوفى طلاب اثنين تستقيل الوزارة كلها إحنا يموتون العراقيين مئات الآلاف لا أحد يسأل عنهم وهذه الكارثة تفتك بهم الآن حجم الفحوصات يعني نتحدث عن كورونا هل هذا العدد اللي الآن يتحدثون عنه الفين مصاب باليوم هل هذا عدد حقيقي أنا أقول لك عدد كاذب ومضل بدليل نحن كلما ازدادت عدد الفحوصات كلما عرفنا عدد المصابين يعني مثلما تحدثت وعندما قال في الصحة النيابية أنه هذا العدد ليس حقيقي ليس حقيقي لأنه أنت الآن مجتازية حتى العشرة آلاف فحص دول الآن تفحص الآن أنت طوال هذه الفترة من ثلاثة شهر لحد الآن يمكن فحصتها أربعين مادري خمسة واربعين ألف واحد هذا العدد تفحص الدول في يوم واحد في يوم واحد هذه كارثة فأنت لا تعرف حجم التفشي هذا أنت تعمل يعني حجر لمناطق معينة أنت تحجرها من الخارج وبالداخل تتحرك الناس ثقافة ثقافة لنا ثقة المواطن بالدولة غير موجودة ثقة بأن الدولة ستوقف مع توقف مع الكاسب وتوفر له ما يعينه لحين اجتياز هذه ما عنده فيضطر الكاسب أن يخرج من بيته ليواجه المرض بالشارع وهكذا بالنسبة للجميع لذلك من جاء اللاعب الله يرحمه أحمد راضي وغيره من الرياضين هؤلاء الرموز وكل العراقين هم مبجلين لكن نتحدث عن رمز رياضي وصناعة مثل ما قلت صناعة أي رمز صناعة هذه النجوم ليس من السهولة هذه الدول تصرف عليها يعني أوقات ما أريد أقول المبالغ لكن تصرف عليها زمن كبير لحين ما تصنع نجم عندما يأتيك بهذه الطريقة العشوائية يعالج ويطلع من المستشفى ويرجع ثاني يوم ويترك في غرفة ما بها رعاية ويتوفى بهذه الطريقة وكلها أقدار الله وإحنا مؤمنين بقدر الله هذه منتهي القضية ولا نتحدث بالله ولو كان لكن أنت هناك قصور أم لا يوجد قصور هناك قصور وكارثة كبيرة جداً جداً ويتحملها لطباء اللي بدون رعاية بدون حتى سلاح مثل ما قال يعني الكابتن سعد يعني بدون سلاح لمواجهة هذه المعركة الناس داخلها بقلوبها بإرادتها على ذكر بعزيمتها وهذه قضية لا يمشون قبول نعم دكتور إبراهيم خاصة إعلام الميليشيات يروج لعلاج روسي جديد فعال في مواجهة بيروس كورونا وطبعاً أيضاً أشيع وتم تداول أخبار أنه وفد من وزارة الصحة بالعراق توجه إلى موسكو لشراء هذا العلاج هل فعلاً هناك علاج روسي للعلاج لعلاج فيروس كورونا هل هو فعال وناجح إذا كان كذلك لماذا روسيا من الدول الأولى المستباحة بجائحة كورونا سيد العزيز روسيا أنتبه على الأرقام مع روسيا يومياً الإصابات 12.013 نعم والوفيات 6.000 4.000 3.000 نعم هذين كوميشين هذين يريدون من روسيا أساساً للمحلومة الطبية المحلومة الطبية اللقاح ليس علاج اللقاح يرفع يعني يرفع البداعمة للمريض يعني ممكن يصاب المريض بس التأثيرات الجانبية للمرض يصير أقل هي كالي نعرف اللقاح بس هم حتى اللقاح ما الروسيا ما مقر عالمية ما مقر عالمية هم يبحثون عن منتج لحتى من ميليشيات إلى حصة يعني مسار آخر للفساد المالي راح مع لذاك هذا هذا الصحيح هذا الصحيح يعني يا طباء أنه يعرف لقاح العالم هسه شوف أول مرة هنا بالأرقام هسه كانوا يتحدثون عن الشهيد أحمد راضي الشهيد أحمد راضي ترى اللقاء العلاج ما حتى خطأ أحمد راضي من شاف ماكو عناية وماكو متابعة فلعب وقع على مسؤولته بس بالطريق صار عندها هايبو يعني نغسل أوكسجين ورجع على نعتبر احنا قتل مع سبق الإصوار والترصو حتى عملية شوف هذا ما الشهيد أحمد راضي الشهيد أحمد راضي يفتر يروح للطب الحجلة ويشوف الأسباب نخلوم عاني موجود بالمقبرة نخلوم من مستشفى النعمال إلى المقبرة ساعتين البارحة مجموعة من اللوائي مجموعة من الجمهور راحوا دا ينصبون الصورة مالسة حطين ناس صالة لا لا بيربات كنتين حقزون مايردون حتى نصب من بعيد مايردون حقو فسيدي أكو جريمة ترتكب بحق الشعب العراقي نعم نعم نحن نشوف دا حق علي انتبه فضل مايردون يجي من إيران سدوني وقول فالله عليكم نحن نداري نفسه نعم أشكرك دكتور بقويا كابتن سعد قيس في أوسلو لوحظ أن هناك تعاطفا كبيرا من العراقيين جميعا على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومذاهبهم وأيضا هناك تعاطف واحترام كبير يكن لخاصة اللاعب أحمد راضي الله يرحمه بعد وفاته هذا التعاطف الكبير يعني حتى أحمد قيل أنه أيضا كان وفاته كانت موحدة للعراقيين يعني جميعا في ظل هذا الشحن الطائف اللي كان موجود شنو تفسيرك لكل هذا الحب والاحترام والتقدير لأحمد راضي عراقيا وعربيا أنا بشرفك شفت لك في اليوم سياسي وحد شعب نعم شفت لك في اليوم أنت ذول كل اللي جوي يسلموا العراق من 2003 زادوا خراب زادوا فساد لكنه الرياضي يعني نذكر 2007 2007 أصور كانت الطائفية في أوجه الطائفية لكن 2007 الفوز بأمم آسيا وحد الشعب نعم أمور كثيرة حدثت إنجازات الكرة العراقية أي فوز رياضي آخرها آخرها وفات المرحوم أحمد راضي كذلك وحد الشعب اليوم المشكلة مع الأسف مع كل الأسف نحن قاعد نعرف أنه من أحمد راضي جابت نخلي على ذكر الإنجازات الرياضية أيضا هذه نقطة مهمة كلما يكون هناك إنجاز طبعا رياضي أو غير رياضي في مختلف المجالات الأخرى عندما يكون هناك إنجاز عراقي عربيا أو دوليا قوى السلطة الموجودة الآن يرتفع صوتها وتحاول أن تدعي كما يقال وصلا بليلة أنها من تدعم الرياضة وهذا كأنه منجز للنظام منجز للسلطة منجز للأحزاب الموجودة هل تعتقد أنه ثمت رابط أو دور للسلطة في هذه المنجزات العراقية رياضية أو غير رياضية ما لهم دخل ما لهم دخل بالموضوع نهائيا يعني هذا معيب هذا الكلام معيب ومخجل أصلا بالعكس إلا عدين اليوم وأنا قلت لك أنت سألت سؤال منطقي وجيه محبة أحمد راضي مو بس داخل عراق محبة أحمد راضي بالمناسبة المرحوم أحمد راضي يعني صاحب الهدف الوحيد في كيس العالم للعراق لكنه أنت اليوم قاعد تحكي عام 86 نعم عام 86 لكنه أنت اليوم قاعد تحكي على مو بس على الرياضي على الرياضي على المثقف على الفنان مع كل الأسف كل هاي هاي مع كل الأسف مهمشة ما مخفين استحقاقهم يعني يعني أحمد راضي الرجل لما رجع لما رجع البغداد كان واحد من الناس اللي يحمل مشروع كبير برنامج كبير للنهوض بالكرة العراقية كل الرياضيين فرحوا بوجوده لكن لا تقول لا هناك ماكو أي تدخل عكومي ماكو لا بإنجازات ولا في أي أمر ولذلك أحمد راضي كان المفروض يحصل على الرعاية ياخذ استحقاقه أكثر من اللي هو مع كل الأسف اللي ما حصل عليه فلذلك أنت تعرف اليوم أنه أنت شوف كل فوز عراقي كل فوز المنتخب العراق الفرحة من بلد من الشمال للجنوب كل إنجاز يتحقق لكنه مع كل الأسف اللاعب العراقي اليوم مهمش اللاعب العراقي مقدر خارجيا يحترمو خارجيا لكن داخليا مع كل الأسف والدليل أنه أنت بعد ما توفى أحمد راضي شفنا شفنا التصريحات لرئيس الوزراء قدم التعزية رئيس الجمهورية قدم التعزية لكن أنت وين كنتوا لما كان أحمد راضي في وضع صعب لما كان على تواصل مع عائلته يناشدون مناشدات أنه في سبيل إنقاذها يعني أنت طيارة 25 ألف دولار أو 20 ألف دولار ما قدر أن نوفرها لأحمد راضي وأحمد راضي يستحق أمام الجميع أقول أنه أحمد راضي شخصية تستحق الاهتمام حال حال أي نجم قدم للبلد أنت اليوم أكل ناس اليوم أنت لا معرفين ولا شي الدخلوا للأندية هم أصلا حتى مع أرقانين بدريس مع أرقانين بدريس تبوأوا مناصب تبوأوا أخذوا كراسي لكنهم بحياتهم لاعبين كرة قدم فمع كل الأسف مع كل الأسف أقول أنه أنه اليوم اللاعب العراقي مهمش غير محترم في بلده غير مقدر في بلده لكنه مقدر محترم خارجيا والدليل أنت شفنا المبادرات شفنا الإمارات قدمت مبادرة لسفر أحمد راضي مساعدة أحمد راضي بسفره كذلك الأرض نقدموا هذه المبادرة يعني ها صور صور عيب علينا نقول عيب علينا نقول أنه اليوم الحكومة ولا غير الحكومة شاركت في أي إنجاز للكرة العراقية نعم دكتور رافع الفلاحي فعلا هذه نقطة لافتة أنه هذا المبدع العراقي سواء كان رياضي أو غير رياضي يجد الحقيقة اهتمام رعاية تقدير من خارج العراق بينما داخل العراق هو الإهمال وشضف العيش ويموت في مستشفى بائس ولا يلقى ذاك الاهتمام الذي يستحق أحمد راضي لاعب رفع اسم العراق عاليا لأربعين سنة هو في الميدان في الوسط الرياضي ومع ذلك لم ينتبه له أحد وتوفى هذه الوفاة يعني رحمه الله يعني خارج العراق مقدر وداخل العراق مسحوق المبدع هذه المشكلة في المنظومات الخريبة هي هذه هذا الفكر الذي يسيطر على المنظومة المسوسة اللي يأكلها السوس هكذا يتصرفون مع كل المبجعين لذلك كانت حدثت عندما قلت أن المنظومة متوقع لها أن تكون منهارة المنظومة الصحية حالها حال كل المنظومات اللي موجودة في البلد منهارة عندما تحدث عن 350 طبيب يقتل 20 ألف طبيب يهاجر طباء يهربون مهندسين يهربون رياضيين يهربون يعني حتى نتحدث الآن سعد قيس لماذا هذا الرياضي الجميل الرائع لماذا يسكن الخارج يعني هو حاب أن يسكن خارج لا هو يحب بلده وكان يتمنى أن يعيش ولا يخرج من بلده وهكذا بالنسبة حتى أحمد راضي وغيره الله يرحمه كثيرين منهم لماذا هذه هي القضية والمثقفين وعلماء وأكاديمين وأساتذة الجامعة وأن تتحدث عن منظومة كاملة هناك خطة هناك رؤية للبناء وهناك رؤية للخراب والتدمير ما لدينا في العراق هي خطة للتدمير والخراب دكتور على ذكر أيضا في وفاة أحمد راضي وعلي هادي والله يرحمهم الملاحظة أيضا أن المبدعين في العراق رياضي أو غير رياضي في لحظات الفرح وفي لحظات الحزن يوحد مشاعر العراقيين هناك تسامي على هذا الطائفية على الشحن الطائفي عندما يسجل هدف في ملعب العراقيين جميعا يفرحون عندما توفي أحمد راضي العراقيين جميعا إلا طبعا كلهم كانوا حزانة على أحمد راضي هذا اللي يتحدث عنه صناعة النجم ليست صناعة سهلة وهذا النجم ما يقدمه لبلد كبير جدا لا يقاس يعني لا تقدر أن تزنه بأي ميزان لأنه ما يقدم أحمد راضي الله يرحمه ما قدمه سعاد قيس الله يطيل العمره العافية ما قدمه حسين سعيد وما قدمه كل الرياضيين يعني كل هؤلاء النجوم الكبار يعني هؤلاء قدموا الأشياء في الرياضة في الفن في الثقافة في العلوم في النحيط في الرسم في كل شيء بالتخطيط بالهندسة هؤلاء كلهم نجوم لا يمكن تعويضهم وهؤلاء يوحدون وكانت محل كلها المنجزات محل إجماع وتقدير من العراقيين جميعا لأن شعب العراق أولا شعب ذوق شعب يقدر هذه المسألة لو كانت بيد الشعب العراقي لكان وقف وراء كل النجوم لكن هذه الأنظمة الخربة هذه السياسات هذا الفكر الذي يحكم هذه القضية خرب من البداية ذلك دعني أعود مرة أخرى إلى الواقع الصحي وأقول لك عندما يتحدثون الآن عن انهيار يعني يخشون من الانهيار وكأنه كورونا جاءت ونحن في نظام صحي جيد ولكن هجمة الكورونا كانت قوية مفاجئة مفاجئة يعني سأورد حالتين عن ما بدأت الكورونا بإيطاليا وكانت بؤرة إيطاليا نعم إيطاليا تعتبر واحدة من أفضل الأنظمة الصحية في أوروبا نعم لديها 5600 جهاز تنفس هذا التنفس الدقيق هذا اللي يحتاج مثل هذه المرضى وانهارت بهذا الشكل لهم 60 مليون مواطن ونحن 40 مليون مواطن لديهم 5600 جهاز نحن عندما بدأت الكورونا هذه في العراق لدينا 375 جهاز فقط 375 الآن يتحدثون عن أسره خلينا بمعرض بغداد هلقى السرير خلينا معرف مين بصرايا المدري منه وخلينا وإذا تخليلي سرير بالتعبير البغدادي العراقي شرفاية أنت تخليلي شرفاية وتقول لي أنت خليت سرير السرير هذا يحتاج إلى طبيب ويحتاج إلى ممرض ويحتاج إلى رعاية حتى لو كان يحتاج إلى رعاية صحية يحتاج إلى جهاز تنفس حتى تسميه سرير يحتاج إلى أجواء طبي سرير طبي هذه القضية نحن في عام 2018 هم يتحدثون الآن وكأنه مفاجئ 2018 تعرف أن العراقين صرفوا فقط في الهند فقط للعلاج بالهند 2018 500 مليون دولار على علاج علاج بالهند يذهبون إلى إجراء عمليات أو إجراء جراحات معينة لأنه في العراق لا ثقة هذا من غير في الأردن وفي لبنان وفي تركيا عداها لكن في الهند فقط والحكومة الهندية نشرت بيان أوضحت فيه في عام 2018 أصدرت 50 تأشيرة طبية للعراقيين 500 مليون نص مليار دولار صرفوا العراقيين للعلاج في الهند الرعاية الطبية في الهند وبلدهم هذا اللي يمتلك كل هذه كل هذه الكوادر الطبية كل هذه العقول كل هذا هذا اللي تاريخه يمتد 7000 8000 سنة في عمق التاريخ بعلماء أو بمهندسي وبمثقفي بهذا الشكل وبالتالي يتوفى أحمد راضي وتوفى غيره والسلسلة ماضية كل هذه النجوم يحاولون أن تنتهي ويتحدثون عن طائفية ويتحدثون عن إمكانية ويتحدثون عن أزمة جاءتنا وهي كأنها جديدة وكأنها غير متوقعة كل الذي يحدث متوقع وسيحدث الأسوأ مع الأسوأ وهذا ما نسأل دكتور دكتور إبراهيم سليمان يعني الآن يوم أمس كانت يعني عدد الوفيات تجاوز المئة في يوم واحد في العراق مع هذا الانهيار مع هذه الجائحة يعني النظام الصحي أو العراق أين ذاهب صحيا إذا ظلت هاي الأمور هيتشي والكرب يصاعد هذا الشر المعلن جزء 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 روح للمستشفى بالنجا بشقدم ثلث المقابر ومقبر في الكرخ بشقدم ثلث نص المصابين مدى يراجع دا يموت ببيته يقول دور الستر قبل ندور ستر وحاف هسه حتى الستر بعد ما نريده نريد العاف بالعراق هاي العراقية فأنت من تجي تقولني الجاد البارح يقولون 107 الوفيئيات وليس صعبات الجاد 2500 و600 تقريبا اسمح ليست الأرقام الحقيقية الأرقام أعلى هذا المعلن فقط من الحكومة لا والدولة تقول تقولنا الراقدين الراقدين 20 عليك يعني نيني أسير 20 عليك يعني كل المستقفى العراق ما بيها 8000 سر عدي من يقول 20 عليك هذا تكذب هذا يفوت بأينك ويكذب عليك هذا خذي خذي فإحنا السابق انهيار انهيار المنظومة الصحية طيب دكتور ابراهيم الناس يعني انتم كطباء بما تنصحونهم يعني ما هي النصيحة في هذا الواقع المرير والسوداوي ما الذي يمكن أن يفعلوه والله شوفوا احنا مشموعة من الطباء خلينا سليفوناتنا مفتوحة واحدة الثنين بدينا هاي اللي ترفع الزينك والدي ثري والديكساميتالزون اوقع دبيعتك احجر نفسك لا تروح الفاتحة لا تروح العرس لا تلتقي حاول يعني احنا طباء قمنا نخاف نروح للعيادات عاني متقاعد نخاف نروح للعيادات لنخاف تجينا مرضى ما ما نقدر نتبر نفسك اشكرك دكتور اشكرك بهذا مشاهدين الكرام نصل الى اختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي بحثت في انهيار المنظومة الصحية في العراق بفعلي جائحة كورونا وازدياد الاصابات واللوفيات في العراق لم يتبقى لنا الا نشكر ضيوفنا هنا في الستوديو وهم كل من الدكتور رافع الفلاح في الستوديو طبعا وكان معنا عبر سكايب من العاصمة النرويجية اوصلو اللاعب الدولي السابق الكابتن سعد قيس وايضا نشكر الدكتور ابراهيم سليمان الكوبيسي كان معنا من بغداد عبر الهاتف الى نلتقي في الاسبوع القادم في اماننا اشتركوا في القناة